جرة اليمن المخفية عن أعين العالم صنعاء تقود ثورة صناعية عربية مادة نادرة سعرها يقدر بآلاف الدولارات تستوردها أمريكا أكثر من الفوسفات يستخرج بها النفط من باطن الأرض تصنع منها مجوهرات العقيق ولا علاج يسري في أجسادنا من دونها بشرة اليمنيين للحاق بركب الدول الغنية عالميا السيليكا أو الرمل السيليسي اليمن ينهض من تحت رماله عزيزي المشاهد نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زوايا فلا تنسى الاشتراك بالقناة والمرور علينا بالتعليقات السيليكا مادة تستوردها أمريكا أكثر من الفوسفات ويستهلك منها العالم مليارات الأطنان رخيصة كمادة خام لكنها بقيمة الفوسفات إذا تم تحويلها الثروة المهملة في غالبية الدول وهبة الطبيعة للبشر في الرمال تقفز قيمتها المادية بعد عملية تحويلها تغطي الرمال غالبية وجه الوطن العربي بكل ما فيها من مخازن للثروات الطبيعية ولكن استغلالها ما زال ضعيفا مقارنة بتنوعها واليوم ننقلكم إلى زاوية من زوايا مختبرنا ونحدثكم عن مادة السيليكا المهملة رمال السيليكا أو رمال الكوارتز هي سخور رملية ذات لون أبيض تتميز بنقاوتها واحتوائها على كميات هامة من السيليكا ونقصد بها ثاني أكسيد السيليكون تتكون هذه المادة بطريقتين الأولى عضوية مثلها مثل الفوسفات والنفط وتأتي تحديدا من الهياكل العظمية للحيوانات أما المصدر الثاني فهو معدني وهو الأكثر شيوعا هي العنصر الأساسي لصنع الدارات الإلكترونية والألياف البصرية والملح الذي لا يغيب عن التطبيقات العلمية وغرف العملية الطبية ولو كنت تتلقى علاجا ما لا قدر الله فاعلم أن الفضل في تنقل الأدوية داخل جسمك يعود بالأساس إلى هذه المادة أما كويرات السيليكا التي يتم أعدادها صناعيا فيتم استعمالها في تنقية المياه الملوثة وتحسين خصائص البوليمورات البلاستيكية والأكثر من ذلك فإن السيليكا هي من المواد الرئيسية في صناعة النفط ذلك أنها تضخم علماء لأحداث التصدعات في الطبقات الأرضية قبل استخراج النفط والغاز من الأعماق ليس هذا فقط فالسيليكا هي أساس الأحجار الكريمة أو ما يعرف بالعقيق وهو من أغلى المجوهرات نظرا لأن قيمة الأحجار تقاس بكمية السيليكا التي تحتويها وبالرغم من هذه الأهمية التي لامست مجالات حيوية للبشرية فإن استفادة العرب منها ما زال محدودا مقارنة بالولايات المتحدة التي وبالرغم من افتقارها لها إلا أنها تعوضها عن طريق التوريد الذي تتجاوز نسبه إرادات الفوسفات وفي السنوات القليلة الفارطة أخذت مصر والسعودية المبادرة لتثمين صناعة رمل السيليكا أما الأردن والجزائر فقد باشروا بدورهم في هذا القطاع وحسب الخبراء فإن ذلك يبشر بثورة صناعية عربية في مجال الطاقات المتجددة إذا ما تم ربطها بالطاقة الشمسية والليثيوم حيث يمكن أن يستفاد من السيليكا في صناعة الألواح الشمسية وتطويع الليثيوم لصنع بطاريات تخزين الطاقة وكل المادتين وهبتهم الطبيعة للعرب لكنهما بقية من الثروات المهملة نوعا ما فهل تعيد اليمن نفس السيناريو؟ أم ستعتبرها فرصتها الذهبية لقيادة ثورة العرب الصناعية وتزعم مجال الطاقة المتجددة من العالم العربي؟ سيليكا اليمن القطاع اليتيم إن اكتشاف الكميات الخالية من خام السيليكا باليمن لا يمكن أن يعود إلى عمليات البحث التركية كما تم الترويج له في الفترة الأخيرة وإنما هي اكتشافات يمنية بالأساس تعود لسنوات عديدة إلا أنها بقيت دفينة أرشفات الدولة في الوقت التي كانت من الممكن أن تستعمل في إرساء نشاط صناعي كبير في مجال صناعة الزجاج وهذه أقل التقديرات نظرا لنقاوتها العالية علما وأن السيليكا كلما كانت نقية تضاعفت قيمتها وبعودتنا لتصريحات للجيولوجيين ستجدهم يجمعون على أن أغلب مناطق اليمن تكتنز جبالها ووديانها خامات من الزجاج تمتد على مساحة تتجاوز بليوني متر مكعب بينما يحتوي موقع ثقبان لوحده على أكثر من ثمانين بالمئة من المواد التي تتميز بحبيباتها الدقيقة والمرافق بمهدة لاحمة خفيفة تجعلها من أساسيات عملية تصنيع الزجاج بكافة أنواعه غير أنها ثروة في قطاع تعديني مهمل وصفوها بالقطاع اليتيم ومن الممكن إيجاد بيئة مناسبة لأحياءه ستساهم في تنمية الاقتصاد اليمني وقلب موازين مجال صناعة الزجاج العالمي لصالحه فاليوم ما زال اليمن يوفر معظم احتياجاته من الزجاج عن طريق الواردات الخارجية مما يثقل كاهل النفقات الحكومية وخامات السيليكا المستكشفة قادرة على جعل اليمن من أكبر مصدر الزجاج وبئة ملائمة لاستقطاب استثمارات كبرى الشركات المحلية منها والدولية كما أن وجود أربعمائة وعشرين ألف طن من احتياط السيليكا يصعد بمكانة مجال التعدين وفرص العمل لليمنيين يبدو أن مسؤول اليمن لم يتسطر على استكشافات السيليكا وإنما أيضا على المعلومات بشأن الشركات المستثمرة في المجال وبالتالي قطع التعدين اليمني عموما كما أجهدت حرب ألفين وخمسة عشر في البلاد مشاريع صناعية تعدينية ضخمة بمنطقة ثومة شمال صنع وصلت كلفته أكثر من مائة مليون دولار تعتيم المسؤولين والحروب لا يمكن أن يخدم مكانة اليمن في مجال صناعة الزجاج المزدهر عالميا فما الذي يجب على اليمن فعله على أرض الواقع لاستغلال كنوزها المتاحة؟ الكلمات المفتاحية لإجابة السؤال هي البنية التحتية وبيئة مستقرة تشجع على الاستثمار لابد من تسهيلات ضريبية وجمركية مناسبة لذلك كما لابد من وضع خطة استراتيجية تخدم قطاع التعدين بما فيها من مرافق لوجستية ومد للطيار الكهربائي والاتصالات طبعاً دون أن ننسى دعم الكفاءات البشرية ومنه تعزيز مجال البحث والتطوير في هذا المجال الحيوي وأخيراً العمل على ضمان التعاون الدولي والصعود على متن ركب التنمية المستدامة والتعدين الذي تتهافت عليه غالبية الدول اليوم اليمن الجرة المخفية عن أعين العالم المكتنزة بخامات طبيعية تتيح له أن يتزعم نشاط الزجاج والتعدين العالمي لكنه ما زال إلى اليوم يغطي حاجيات سوقه المحلية بالاتكاء على الواردات الخارجية وخاصة الصينية في الوقت الذي يسمح فيه جزء من رماله بأن يقود العرب إلى مقدمة ثورة صناعية عالمية